الفترة الأخيرة أثار ابن تيمية العديد من التساؤلات والجدل بقى الكبير وما إلى ذلك إزاي كيف ترى من منهج ابن تيمية ابن تيمية له عليه لكن للأسف عليه أقصر مما هو له لأن ابن تيمية ابتدع في الإسلام أشياء الآن التقسيم الثلاثي للتوحيد توحيد الألوهية توحيد الروبية توحيد الأسماء والصفات هذا ما لم يقل به القرآن ولا النبي محمد نفسه ابن تيمية منع أو هون زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابن تيمية توسع في التكفير هو كفر أهل مصر بالمناسبة كفر الصوفية كفر الشيعة كفر الأشاعر ما بقى من المسلمين لما كل الطواف أو المذاهب عند ابن تيمية كافرة فمن المسلم إذن على هذا المنوال جاء محمد بن عبوهاب منظر السلفية المعاصرة أخذ مبادئ ابن تيمية واجعلها هي السلفية التي نكتوي بنارها سواء كان العنف التكفيري أو العنف السلوكي فابن تيمية لا يعني معظم آراء شازة خارجة عن الدراية المقبولة والرواية المعقولة امت مدیو تیوی